وتستمر الحرب على القاعدة في أبيان جنوب اليمن آخرها ما يجري الآن في مديرية المحفد التي أعلنت من خلالها قوات الجيش الوطني نجاحها في ضبط كميات كبيرة من الأسلحة الخاصة بالعناصر الإرهابية بينها صواريخ وقذائف بالإضافة إلى تفكيك معامل لإعداد السيارة المفخخة العملية الأخيرة تجري على ما يبدو بدعم وإسناد من الطائرات المسيرة التابعة للولايات المتحدة التي نجحت في آخر عملياتها باستهداف القياد البارز في التنظيم أحمد المصفر في موديا وشهدت أبيان جولات عديدة من الحرب بين التنظيم والقوات الحكومية منذ العام 2012 تمكنت خلالها الدولة من استعادة سيطرتها على المحافظة لكنها فشلت حتى الآن في القضاء نهائيا على عناصر التنظيم رغم الحملات المتكررة وهو ما يرجع بنظر مراقبين إلى عدم وجود رؤية متكاملة للمواجهة مع التنظيم النشط الذي يحتاج القضاء عليه إلى ما هو أكثر من العمليات العسكرية خصوصا فيما يتعلق بالقضاء على البيئة الحاضنة وإعادة تأهيل أبناء المناطق التي وقعت تحت سيطرة عناصر القاعدة لفترة ليست بالقليلة على الناحية الأخرى من المحافظة وتحديدا في المناطق الحدودية مع محافظة البيضاء تشتد المواجهة بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبين عناصر الميليشيا التي تحاول منذ أشهر إحداث أي اختراق في جبهة ثرى يجعلها قريبة من مواقع مهمة في المحافظة لكنها فشلت حتى الآن